تعارف مصر مقدمة مساعدات قد ايه لغزة حتى هي دي اللحظة على الاقل فيه ما يطلق عليه النطاق الصحي او المساعدات الطبية وما الى ذلك انا هقولك لكن مش بالثاني انا عايز ارحب اولا جدا بدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة اهلا بيك يا دكتور ازاي حضرتك تحياتنا لك ويا رب تكون سنة سعيدة على حضرتك باذن الله وعلينا جميعا اللهم امين دكتور حجم المشاعدات اللي بتقدمها مصر عن طيب خاطر واعمالا لدورها الانساني اولا وكدولة جوار ثانيا وكدولة كبرى في الاقليم بالدرجة الاساسية حجم المشاعدات اللي بتقدمها لفلسطين قد ايه تقريبا يعني خلينا اقول لها ايه كيف بدأت الحكاية الحكاية بدأت منذ بداية الاحداث في السابع من اكتوبر وبعد ان اجتمع مجلة الامن القوم النصري بقاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان اه اه هناك توجيهات مباشرة من السيد الرئيس لبطور خارج عبدالفتاح رضيه صحة والسكان بببل كافة الجهد وتوفير كافة الاحتياجات للفطاعة الصحي الاشقاء في اه طفاعة غريبة التوجيه ده من السيد الرئيس ما كانش بس لوزارة الصحة لكن الحقيقة كان بكافة اجهدة الدولة المعنية الموضوع مش بس وزارة الصحة الموضوع انه كافة اجهدة الدولة واجهدة الامن القومي والهارجية والتضامن كلها بكافة اشكال الدعم للاشقاء في اه القطاع يمكن اه البداية كانت الحقيقة من الشعب المصري اللي عمل حملات من خلال التجمع الاهلي اه اه الوطني والجمعيات الاهلية بالخوافل اللي اتحركت للقطاع من خلال معبر رفع اه اه ديها فيها من المساعدات تشمل اهزية تشمل ادوية اه تشمل اه 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 دفاطين الحقيقة ده كان ممثل اكثر من سبتين الى سبعين سنونية من حجم الافلات اللي عبرت المعبر هي من مصر ومن اهل مصر ومن الدولة اه المصرية ده غير الاجانب الصدي اللي يمكن اه حركة بكرناه في الفيديو اه الخطة التي تم اوضعها اه للتعامل مع الاخدافة الصفية بداية من تشكيل اه اه غرفة الازمة اه في وزارة الصحة اللي بتنعقد يوميا لمتابعة اه وصول العابرين عبر المعبر اه سواء كانوا من اه 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 حمليين جمسيات المصالفة او من الاشقاء الفلسطينيين المصابين او الجرحة او اللي عندهم انقاض مزمنة احنا الناس بتتكلم بس عالجرحة اه لكن هي مش بس مصر استحملت اه اعداد كبيرة من الجرحة والمصابين لكن كمان استحملت اعداد كبيرة من اللي عندهم امراض مجملة يمكن اه اشهر حاجة كانت الاصفال اللي كان عندهم اورام او الاصفال المصابين بالاورام بعد ان تم تخصه مستشفى اه التي تعالج الاورام في القطاع الاصفال دو تم استقبلهم واستقبلناهم في ناصر وتم اه بتوجيه من السيبر رائحة ابو فتاح كيفي وتم اه اه تحويلهم او علاجهم وبيتم وما زال بيتم علاجهم في مستشفيات الاصفال المتخصصة في ناصر من غرض نتكلم على اكثر من 36 مستشفى نصري اواق في شماسينا او برا فينا في البرسعين في الاسماعيلية في القاهرة اه في معهد ناصر في اه مستشفى الشيخ بايد في في مستشفيات ماصر بتتعامل مع اكثر ده الحاجة من 36 مستشفى بتتعامل مع المصابين بتوافل طبية اه يعني اكثر من اه 35 الف من التوافل الطبية ومع حالات في منتهى منتهى التعقيد. احنا ستجد في ما فيش حالة واحدة من الحالات المصابة يمكن ان يعالجها تخصص طب واحد. كل الحالات بتحتاج الى اكثر من تخصص احيانا بتصل الى سبع او تمام تخصصات من اه اه الجراحة العامة. جراحة الكجين. جراحة العضاء. جراحة طب العيون. الحروض. العنايات المركزة. اه 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 كل جراحة الاوعية الدموية. جراحة المركزة العصاب. الحالات دي الاستشارين دول دي يتجمعوا صلهم للتعامل مع المصاب واحد او مريض واحد اه من مدى صعوبة الحالات التي اه نتعامل معها. ده يمكن خيض من اه ما يعني يتم تقديمه على الارض من المصريين اه اه لاشقاعهم في القطاع ومن الدولة المصرية بكيابة السيد الرئيس بكل الاجهزة مفيش اه 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 اجهزة الام وقومة اه 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 وزارات التضام ومن وزارات ملال الاحمر من مصر اللي انا استطيع ان ان كل العالم يمكن دوره اه 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 وزارة الخارجين يعني الحقيقة مصر الليها بتعمل بتوجيه من قائدها توفير كل الدعم لاشقائنا لانه وده واجبنا كمصر من اتجاه اشقائنا وكماطر القطع الكبرى لكل الاشقاء. طب دكتور حسام خليني اه اسأل سؤال وكأنه فرضية جدلية يعني. ما يمكن نكون والله انه هذه اعباء ثقيلة على وزارة الصحة والمنظومة الصحية المصرية. قد يكون ذلك اعباء ثقيلة تضغط على اه مخزونات الدواء والمهمات الطبية في مصر. قد يكون ذلك ضغطا على الاسرة الموجودة في المستشفيات المصرية في يساوركم او تساوركم فكرة انه خلينا نقلم. ودي فرضية جدلية بس انا عايز حضرتك اللي تقول. احنا القيادة السياسية المسؤولين وبيضة الدولة هم ابناء هذا الشعب فانعدة لو انت سألت اي مواطن مصري انتو قال بسبب انه عندك ثقوطة او عندك انتظامات تتخلى عن اشقاء في فلسطين لو في حد من المسؤولين يبقى احنا ابناء مصر اللي بنتولى المسؤولية ممكن نقوله فاندم احنا ابناء هذا الشعب والشعب كله عنده الحرص على دعم الاشقاء في الفطاة والحمد لله انه الدولة بقية بيتها بالسيدة وهي في وجودها باجه ذاتها كلها بتتحرك مست ما يريده ويشتشعر به المواطن المصري والمواطن المصري عنده شعبات يتخلى عن اشقائه لا اعتقد صحيح انا بشكرك جدا 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 كل الشكر دكور حسام عبدالغفار المتحدد باسم وزارة الصحة في جمهورية مصر العربية